بداية قرارات وتوجهات هامة في قطاعات استراتيجية وحيوية خلصة إليها مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قرارات تصب إجمالا في تحسين الحياة المعيشية للمواطن وتقوية المنظومة الاقتصادية الوطنية فبخصوص متبعة إنجاز محطات تحلية مياه البحر شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الوتيرة لإنهاء الأشغال بها كما أمر بضرورة استغلال هذه المشاريع الكبرى قيد الإنجاز لدمج الكفاءات الجزائرية وتشجيع المصنعين المحليين للتجهيزات والعتاد والأجزاء الميكانيكية وقطع الغيار المكونات لمحطات تحلية مياه البحر وفي الصدد ذاته وجه رئيس الجمهورية الحكومة باستحداث مؤسسة كبرى تتولى الإشراف والتسيير جميع هذه المحطات المنجزة أما بخصوص المخطط الوطني للبذور الزيتية فشدد السيد الرئيس على أن النمو في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وكرمة وطنية موجها إلى ضرورة فسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة وتحقيقا للاكتفاء الذاتي في محاصيل الذرة والشعير والقمح الصلب خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية على المدى القريب جدا إلى جانب توجيه المطاحن المتوقفة إلى النشاط في مجال تغذية الأنعم هذا بالإضافة إلى ضرورة الدخول في مرحلة تطوير المنتوجات الفلاحية من خلال المزارع النموذجية التي أعيدت هيكلتها على نحو يجعلها أكثر مردودية على أن يكون زيت شجرة الأرغان أبرز المنتوجات التي وجبت تعزيز إنتاجها على أن تكثف لقاءات مع الشباب أصحاب المشاريع لتحسيسهم وإلامهم بمرامج الدعم والمرافقة وعن موسم الحصاد والدرس أمر رئيس الجمهورية بإلزام المستفيدين من مساعدات الدولة ودعمها بضرورة تحقيق أهداف محددة من المحاصيل مشددا على مراقبة ومتابعة حملات الحصاد بفرض احترام مواعيدها حتى لا يتعرض المحصول للتلف في قطاع حيوي آخر ودعما للتزويد بالماء الصالح للشرب ومتابعة للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستعجلي شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل على ربط السدود وطنيا وفق نظرة استباقية بالنسبة لكل المناطق التي تعاني شحا في الموارد المائية حيث أمر بمنحي الترخيص لحفر الآبار في هذه المناطق السيد الرئيس أمر بالتحضير لمخطط وطنيا لتوسيع عدد الموانئ بما يحسن نشاطها واستحدث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى متخصصة في تهيئة الموانئ مع توسعة ميناء جنجن بجيجا للعب دور محوري في المتوسط وتسريع توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكك الحديدية لنقل وتسويق الفوسفات المدمج انطلاقا من بلاد الحدبة وصولا إلى عنابة في الأخير وبخصوص ظروف استقبال الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وجه سيد رئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير لإقرار مزيدا من التسهيلات لفائدة أبناء جاليتنا لسيما ونحن في موسم الاستياف ترجمة نانسي قنع